متابعين الكرام في فضيحة متعلقة بمرتزقة البوليزاريو ما تشاهدونه أمامكم على الشاشة هي صورة لما يسمى بممثل مرتزقة البوليزاريو في جنوب إفريقيا التقطته عدسة الكاميرات وهو يقرأ الفاتحة صورة الفاتحة على قبر أوليفر تامبو المسيحي الديانة وكما تشاهدون متابعين الكرام شعار المسيحي اللي هو الصليب قد قد نخلع في هذا القبر والمكلخ ممثل مرتزقة البوليزاريو سيقرأ عليه الفاتحة بطبيعة الحال حينما نرى هذا الجالب الدين وهذا الجالب الإسلام فيما يتعلق بمرتزقة البوليزاريو اللي أصلا من يعرفون شيء يسميه الدين والإسلام فلا نستغرب لأن هذا التعاليم جاءت من نظام حضارات الجزائر ليش فيناه مؤخرا كذير نشد الوطن نشد الوثني دير نظام حضارات الجزائر داخل المساجد وراه كان فيديو بطبيعة الحال ونشرناه النظام اللي كمنع صلاة التراويح في المساجد النظام الذي يقيم حفلات موسيقية في المساجد النظام الذي يعتدي على الأئمة ديال المساجد وغيرها الكثير من الفضائح المتعلقة بالدين والإسلام في حضارات الجزائر وهذه هي كارتة أخرى لمرتزقة البوليزاريو هذا ما يسمى بممثل مرتزقة البوليزاريو في جنوب إفريقيا كقراء الفاتحة على قبر أوليفير تامبو المسيحي ونحن نعلم جيدا على أنه في الإسلام لا يجوز الترحم على غير المسلم فما بقراءة الفاتحة على قبر مسيحي وشعار المسيحي يقض قداش حدا هاد القبر باش تعرفوا متابعين الكرام على أن هاد المرتزقة مكعارفوا لا دين مكعارفوا لا ملا مكعارفوا لا إسلام مكعارفوا لا أخلاق مكعارفوا لا صواب مكعارفوا تيشي حاجة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر